موسيقى مرحبا أكمل بركان نشرت بالعالم بدأ ثورانه هالأسبوع لأول مرة من عام 1984 بركان ماونالاوة يبلغ ارتفاعه 4169 متر وعم تضفق الحمام الركانية الرئيسية داخل القمة بسرعة 40 متر بالساعة هاتشية لشكل مشهد للسكان كأعجوبة طبيعية بهواي متى نشوف كيف عم يكون الطاقص عم يكون في امتداد مخفض جو ضعيف حيأثر هالمنطقة اعتبار مساء الثانين حتى مساء الأربع وعم تبقى درجات الحرارة أدنى معندلاتها بقليل مثل هالفترة من السنة وجو غائم جزئية بشكل عام وعم يتحول لغائم ليلا على المناطق الساحلية تصير الفرصة مهيئة لهات الأمطار خفيفة بتلك المناطق وليلا عم يكون جو بارد وعم يحضر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل وصباح الباكر بأغلب المناطق الرياح متقلبة لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة عم تصل سرعة الـ 20 كم بالساعة أما الرطوبة عم تروح بين الـ 40 و90% والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 22 درجة من 3 طاقص العاصمة دمشق دعم تكون الأجواء فيها غائم جزئيا وعم تسجل عليا 13 درجة نحن ننتقل على المحافظات السورية ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية سويد عم يكون تقص فيها غائم جزئيا وعم تسجل عليا 14 درجة درعة عم تراوح بين الـ 17 و18 درجة وبالنطرة عم تسجل فيها صورة 2 درجات وعم يكون تقص بين الصحو والغائم جزئيا بالمنطقة الوسطى بيحمس عم تكون كمان أجواء غائم جزئيا وعم تسجل عليا 18 درجة أما بيحمع عم تراوح بين الـ 7 و 18 درجة بالمنطقة الساحلية بيترتوس عم يكون تقص غائم جزئيا باللاتية عم تراوح بين الـ 14 و 20 درجة وبلواء اسكندرون عم تسجل الصغرية 9 درجات نحن نتقل عن المنطقة الشمالية على طلب وحلب عم يكون تقص غير مجزئيا وعم تسجل عليا بطلب 16 درجة بحلب عم تراوح بين 5 و 15 درجة أخيرا جورتنا حتكون على المنطقة الشرقية على الرقة اللي عم يكون فيها تقص ضبابي وعم تسجل عليا 14 درجة أما بالحسكة عم تراوح بين 5 و 16 درجة وأخيرا بدار الظهر عم تسجل حرار الصغرية 8 درجات أخبار التسليم خاصة يتلعوني بكرة وبخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر